تعالي تغدي معانا شلون بطشة في بيت كلو زين بابا ميري تعالي نظف صالح بابا كلو نظيف اوه صارت واسخة يلا نظفي ليبغينا نتوظف مكانة فلسف ونبي المدير يضبطنا ويدلعنا مسؤولتنا عجيبة داومي عندنا صد الضبطش بالاستئدانات ابيها تسوي لي مانيكير بس ليت عاملة تتوظف عندنا تلعبين فيها سكوات ايهي خدامة وردي هذا شغلها وظيفتها انها تساعد بالامور المنزلية ما تقزر عليها وتسوي كل المهام المو مطلوبة منها تروح للفرعة تشيل غازة تشيل البيت تطبخ الاكل تفرش السفرة تغسل الصحون تكنس الغرف وتنظف الحمامات تخيل لو انك معلم وناظر المدرسة يقول لك انت معلم عندي صح ايه روح المقصة في بلك روسان زعتر تقعد لياهل توكلت غسلت لبست ربيت كبرت جابلت لعبة نومة واذا كبر ومبيش فيه تكلم عربي مكسر لا تروحين وي حبيبي مو انت ميري اهو مرات يدلعني ميري تغسل الملابس تنشفهم تكويم تعفظهم ترتبهم توزعهم على الكبتات اخر واحدة تنام تكفل البيبان اول واحدة تقوم تفتح البيبان واذا ضاع ادلاغك اكيد الخدامة بايقتها طب جا واحدة اللي ضايعها اشتبي فيها تفتيش ذاتي اربع ساعات واذا ما لقيتها تقطلك شي بدالة بجنطته وي ماما شوفين ما اخذ العلبتين ماجي باليالا تلاقي لها النص ساعة تترك الشغل وتريح بس انت ما تقدر تخليها تكمل سبايدر مان لازم تعفز القنوات وتسوي نفسك بتطالع القناة الرابعة انتي حرامية ما اكو تلفون اي صاحني يطيح منت شي ينخصم ما عاشت او يطيح مني انا اهم خصم ماما انا شون يشي والله عد مو شغلي اذاك اليوم تطالعين سبايدر مان كان تعلمتي منه شي وي معصومة شم لبسة الخدامة شفيها تخرب خدمنا تفل شعرها بعد معانات ثلاثة السنين طلعت من البيت وي نحاشت الملعونة مو من شهر تكسس ما يسملها بدورة الصاعقة اللي مسويتها ما حدي بيشتغل بمكان تذي وقد كان العبيد وبين امريكا يعملون دون راحتين وتحت الضغط والعنصرية والتعذيب ام باي مو مصدهم امريكا تذي كانوا يسوهم بالعبيد ثواني بس ميري حركيلي الاهرامات وتعالي بابا مخالفان يروح شغل مع دارث بيدر واجد احسن كلمة زاد عدد الخادمات بالبيت قلت فايدة اللي قاعدين قاعدة توفر عليكم وقت وجهد وتسوي الاشياء المفروض انتوا تساهمون فيها بالبيت مقابل راتب ضائل اقل شي نسوي نشكرهم ونقدرهم ونحسن معاملتهم ام باي مينونة عالي ام باي مينونة عالي عدلي زاويتش شون بصوريتش بالله وي